الإسلام رفع من شأن العلم ولا عجب فالعلم أوسع دائرة في الإسلام رغب القرآن فيه وحث على طلبه وأمر بتعلمه وبيّن قيمة العلماء وأنزلهم منزلة لائقة وبوّأهم مكانة رائقة وقبل أن نعيش في ظلال الآيات التي تتحدث عن قيمة العلم وتبين مكانة العلماء لا بد وأن نعرف العلم أولاً من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح العلم لغة بمعنى الإخبار وبمعنى المعرفة يقال عرفت كذا أو علمت كذا يعني عرفته أخبرني أو أعلمني فلان بكذا يعني أخبرني إذن مادة العلم تدور حول المعرفة والإخبار والفهم